هذا وشهدت مراكز التطعيم في محافظات مملكة البحرين إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من مليون ومائتين وثلاثين وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائتين وسبعة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم نحو تسعمائة وستة وسبعين ألف شخص